السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بتابعين قناة جوجل توينز اليوم إن شاء الله طبعا موضوعي بدي يكون عن تعديل قالب سيو بلس قالب سيو بلس هل أنت بالفعل بإمكانك تعدله من الهاتف؟ آي يا بنعم بإمكانك تعدله من الهاتف أنت مش محتاج حاسوب يعني كان زمان هذا الكلام هل وجد على أي هاتف؟ الجصة بتعتمد على عقلك تمام؟ هذا هو اللي بدي نحكي عنه إن شاء الله الموضوع هذا طبعا أنا قصة تركيب القالب اتكلمت عنها في فيديو بإمكانكم تشوفوا الفيديو هذا وأكيد حتفهمه يعني تطبيقه سهل ومش هالقصة أيا كان نوع الهاتف يعني مش إشكال الهاتف حديث بطيء القصة هادة كلها نساها تمام؟ وهيك أصلا لو الهاتف بطيء أو سريع في عندك أنا نزلت فيديو هنا اسمه زيادة قوة المعالج وفيه كمان فيديو تاني على ما أعتقد أنا هايو لو برنامج تبع زيادة الرمال تبعت الهاتف لو كان الهاتف بطيء طبعا أنا بدعوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجراس يعني كتحفيز خلونا نبدأ على طول أول شغلة يا جماعة بدنا ندخل على جوجل تونز طبعا أنا مش حاطط الرابط في الوصف بعتزر عن الشغلة هادي طبعا لأنه محظور علي من شركة أدسنز أن أحطه في الوصف فلازم يجيني بحث من جوجل نفسه لهيكا بتكون تبحث عن جوجل تونز ما أنا كتبت وبحثت فبيفتح معي القالب بالشكل هذا تمام بس أنا بس عبل ما يفتحنونا هايو فتح معي لو أنا نزلت شوي بس لتاحت تماما جماعة أنا هالوقت وصلت التعديل على قالب سيو بلاس هذا هو الموضوع اللي أنا بدأ أدخله أو المقال اللي أنا محتاجه تمام هالوقت أنا دخلت على المقال التابعي اللي بديه بيفتح معي المقال العادي زي ما أنتوا شايفين يا جماعة بأنزل لتاحت لو أنت طلعت أنا كتب لك يعني يعني إذا أنت بدأك تحمل القالب حطت لك الرابط تابعه زي ما أنتوا شايفين الذي تستطيع تحميله من هنا لو يعني ما كان عندك القالب وحبيت تثبته طيب بدنا ننزل بس لتاحت شوي لو أنتوا طلعتوا لتاحت أنا حاطت شوية أكواد طبعا أنا شرحت في موضوع اللي هو المدونة الجديدة اللي أنا عملتها اللي خاصة باسم الأحلام خلونا ندخل عليها هذه هي مدونة الأحلام اللي أنا ركبت عليها قالب تبع لسيو بلاس تمام يا هلا فيك يا مدونة خليني أعمل عرض للمدونة بالأول زي ما أنتوا شايفين عملت عرض طبعا للمدونة هتفتح معي أنا منزل عليها قالب سيو بلاس لكن للأسف مش معدل ولا إشي هالوقت بدأ أبدأ التعديل طيب تمام هذه خلاص بتلزمناش هجيتها أنا بدأ أدخل على الأكواد لو أنت طلعت كويس أنا إيش كتب لك في أوي كود ضايفه خلونا نشوف الشو أول كود شروط الاستخدام وحقوق النشر هذا أول كود أنا ضايفه طبعا أنا بدي تأسس الصفحات الصفحات أول إشي لأن الصفحات بنتشقوا بس مرة واحدة ممنوعة ضلك تعمل صفحات ما إلها لازمة هدول الصفحات بترقبوا من طيب يا جماعة هالوقت بدي أجي أنا مثلا بدي أستغل الصفحة تخريطة الموقع تمام بدي أنسخها هاي اختياري كل وهي كن متنسخ أنا هيك نسخت الكود إيش اسم الكود خلينا نتذكر تاني عشان ما ننساش خريطة الموقع تمام خلينا نرجع لل الشغل تبعنا تمام هاي ندخل على مدونة الأحلام تمام بأجي بأضغط على ثلاث نقاط وبأنزل على كلمة اسمها الصفحات في الصفحات بقول له بدي إنشاء صفحة جديدة إيش بدي أسميها العنوان تبعها بدي يكون خريطة الموقع هيك تمام طيب هل أنا أنسخ الكود مباشرة زي هيك أكيد لا جبل ما تنسخ الكود بتضغط على الجلم وبتقول له عرض أتش تي أم أل طب في عندي أنا كود هنا بأحاول أعلم الكود هذا كل هيته بأحزفه وبأعمل علامة لسق فوقي بالشكل هادي يا جماعة تمام أظن هيك الصورة واضحة وبأقول له كلمة نشر هي تأكيد بسم الله هيك نشر معي الصفحة هادي خلينا نعمل عرض إيلا نشوف كيف شكلها طبعا هنا عملنا عرضة جماعة زي ما أنتو شايفين هنا بقول لي بس أنت المجموع المقالة اللي نشرهم واحد الأقصام طبعا ما فيش عندي والهذا ما فيش عندي لكن لما يكون ببين معي كل إش بالتفصيل طيب كتير ممتاز هيك إحنا خلصنا من الصفحة الأولى بضغط على الكلمة بس بدي أتأكد من شغلة يا جماعة الصفحات ممنوعة تشغل في يوم تقسم تبع التعليقات خلينا نضغط علامة الضبط هاي كلمة خيارات هادي ها تعليقات القراءة مكتوبة سماحة إحنا بدنا حطها عدم وباجي بقى أسد هادي زي هيك وبقى أقول له حفظ أو نشر تاني تمام هيك اللي خلاص انت في أمان وصلت الصورة كيف خلاص بقى أطلع من الصفحة هادي نهائي أنا خلصت من خريطة الموقع في عندي بعد صفحة خريطة الموقع عندي كمان صفحة اسمها سياسة الخصوصية هادي سياسة الخصوصية برضو بدي أنسخ اللي فيها بأعلم زيك وبقول له اختيار الكل هاي نسخ هيك انا نسخت الكود كامل اش اسمها سياسة الخصوصية طيب تمام خلينا ندخل عنا على المدونة هنا على الصفحات تمام يا جماعة بعد ما دخلنا باجي بغض وبدأ أعمل كمان إنشاء صفحة جديدة بدي أسميها السياسة هاي سياسة الخصوصية طيب تمام خلصنا من سياسة الخصوصية إنشأناها باجي بأضغط عرض وحتمل طيب تمام هي بالفعل أصلا صفحة تمام بدي أجي وألسق فوقيها الكود بضل ضغط على الكلام اللي كتبته وهي لسق تمام بقى أجي بأقول له يا عمي نشر نفس القصة بالظبط هاي بقول لي جاي نشر الصفحة تمام يا عم خليني أعمل عرض بسئلها أشوف كيف شكلها بدو يطلع أه والله يا عم شايفين كيف ظهرت معي هذا الكلام طبعا إحنا اسم موقعي جوجل اتوينس راح نبدله هنخليه إشي تاني بس خلوها في وقتها طيب تمام خلصنا من سياسة الخصوصية خلنا بس نشوف الصفحة الثالثة مين في كمان عندي عندي صفحة من نحن هاي تحديد الكل هاي كمان نسخ وبقى أقول له يا عمي بدي ايه الصفحة جديدة اش اسميها من نحن بس قبل زي ما اتفقنا خلينا نضغط على العنوان تبع سياسة الخصوصية على أساس ألغي التعليقات محزورة في بيضغط على الضبط وعلى الخيارات هنا وبقول له عدم النشر للتعليقات وبقول له حفز وبأطلع منها خلص ما بدناش منها اشي هيجيت بيجي بعمل كمان انشاء صفحة جديدة بدي اسميها زي ما اتفقنا من نحن تمام انا موجود في اصلا هيك في اكواد الاتش تي ام ال بكتب اي احرف وبضل معلم زي هيك وبضغط كلمة لسق خلصت بقول له نشر كتير ممتاز هيك انا نشرت هذه كمان خليني بس برضو اضغط على العنوان عشان الغي التعليقات هاي خيارات وهي عدم الازهار سواني بس نتأكد تاني اه والله عم زبطتها هيات حفز هيك انا خلصت من الصفحة التانية خليني بس اعمل عرض الها لان اتأكد من شكلها اه والله عم زبطت شايفين من نحن ايش انا كاتب فيها طبعا كل واحد بكتب حسب المجال تابعه انا كتبت مدونة جوجل توينز والكلمات المفتاحية تابعتها انت عتحرف ايش بدك تكتب فيها طيب ماشي خلصنا من صفحة من نحن ايش في كمان انت ضيف لأكواد صفحة اتصل بنا برضو نفس السيستم بالزبط اضغط تحديد الكل وبضغط في اي نتفة وبضغط نسخ وبأدخل على الصفحات تمام وبأقول له اعملي صفحة جديدة وسميلي اياها يتصل بنا تمام وبقى اجي هنا بقى لسق الكود بس لازم اكتب اي احرف عشان اقدر عنسخ هي كدنا سخت اي واقع هي لسق وبقى اجي بقى اقول له تأكيد النشر ممتاز بس بقدر بدأ ادخلها تاني على اساس من هالتعليقات تمام التمام الله مصالح اسلام محمد هيك تجربة انخلصنا الاكواد تاني هان بقول له تفعيل محتوى الريبوت مخصص بقى اجي بقول له تحديد الكل وبأضغط على اي نتفة فيها بقى اعمل نسخ وباطلع منها النهائي فبدأ افتح يا جماعة المحفظة المحفظة اللي بدأ افتحها رجزه فيها دي كويس تمام هي صفحة جديدة وهان بدأ انسخ فيها الملفات تمام يا جماعة بقى اجي هالوجه التاني هانا بقول له لو سماحي ادخلنا على المدونة تبعه الاحلام وبضغط على ثلاث نقاط وبنزل لتحت في عندي كلمة عرض المدونة مظبوط فعرض المدونة ببدأ انسخ انا الرابط اللي هانا الدومان اللي هو هات طبعا مدونة الاحلام تمام بعد ما انسخه ايش ببدأ اسويه الكود لهاد اللي انا نسخته هاد طبع الربوت تيكست بعلم بس على تحت هالي الاتش تي تي بي اس اسم موقعي تمام وبضغط لسق زين بس فيها انا بقول لك ام يساوي وواحد وعلمة استفام وكمان الاسلاش الشالي ما بديش اياهم سواني لا في كمان زيادة تجمعه هكذا مظبوط تمام اسمه اتش تي تي بي اس دوت هادي هي هيكا الدومان صح طيب تمام بعد ما علمت الدومان ايش اللي بدي اعمله في عندي الاقسام بتبعه المدونة بصوا هانا كويس سيبوكم من هادا خلينا من هادا مبلش هادول الاقسام اللي فوق اول ثلاثة كلمة ديس لاو ديس لاو بتيجي بنعنى امنع لي يعني او احذر لي الصفحات من النشر على جوجل هاي معنى كلمة ديس لاو فانا ايش اللي بدي اسويه بدي اجي ادخل على الصفحات اللي انا انشأتهم بادخل على الدومان تبعها وبأنسخه تمام طيب ماشي وين انا بدي احطه بدي احطه هان بس شايفين ايش اللي بدي ازيله تمام هادا كله هيتو بدي اعمل هديك زيها بالزبط هاي لسق لو انت بحصته نسخ مع الرابط كامل وبنفعنيش رابط كامل عند علامة الاستفهام للنهاية هادا كله بدي احذفه زي هيك ومن هانا بتضلي احذف احذف لحديت ما اصل للنقطة الاولى شايفين هيك التمام هات لي اياها بنضغط على ثلاث نقطة وبنضغط عرض للمدونة وبننسخ الدومان ممكن للسقوهان والريح مخنى ها هين وسحت هدولا ايوه وهي من عند الهانا هدا كله امسحه هدا خلص هذا هو الكود اللي انا بدي اياه هاي قص هيكذا هي من نحن وبننضيفها وين هان تماما جماعة خلص الله يعطيك ألف عافية مين كمان في عندي في عندي كمان سياسة الخصوصية هادي مهمة بنعملها عرض زي هيك وبنقولها تعالي هينسخ وبلسقها هانا وهي تعمي بدي اضيع هدول كلهم زي ما انتو شايفين بالظبط هاي قص وين بدي احطه تالت اشي هيا تلسق طيب في عندي كمان صفحات زيادة اشي خلينا نتأكد خلصنا من اساسة الخصوصية اه في ضايل خريطة الموقع هي كمان صفحة جديدة اجانب فيها طيب تمام هاي نسخ نفس السيستام بالظبط هدا كله بقى ضيعه وهدا من عند الهان زي ما انا معلم بالظبط وهي كاد هيقص يخلف عليكي طيب هادي وين بدي احطها سواني خلينا لسقها هانا بالأول وننسخ هذا الكود كامل او مش كامل هو بدنا كلمة الدسلاو والنقطة تمام هاي نسخ وبتلسقها تحتي بالشكل هاد وهات اللي هيقيت هاد الكود وحطه جنبه زي ما احنا عشغالين فوق هاي مسافة وهي هيك لو انتوا لاحظتوا البي بي بي هادولا الاحرف تمام الاحرف هادولا كلهم جاعت ع نفس السطر بالظبط هادي خلينا اطلعها فوق طبعا هانا فيش كود اصلا انا مش عالف ليش حاطوا هاد استنوا اه اه هو هاد بس هاد اتابع للجوكر خلص مش مشكلة هاي حزف هيك يا جماعة الكود جاهز طبعا هانا ايش بقوله 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 صفحات الاقسام او التسميات من البداية للنهاية هدول احذر ليهم التسميات نفسهم ممنوع يزرع جوجل قسم غلط وهان بردو نفس السيستيم وهان نفس السيستيم وهان السيرتش فيه اداة السيرتش البحث تبعت الموقع ما تظهرش على جوجل نفسها تمام الالاولو تتبع بس الدومين والسيتماب والعنوان الكامل خلينا ننسخل وقت هادا الكود كامل يا جماعة زي هيك طبعا هيك مزبوط مية في المية صح بقاجي بدي ادخل هانا وين القالب عندي خسواني خلينا نغلق هادي بندخل هانا ركز وين بدنا نودي ها بضغط على ثلاث نقاط وبأنزل على كلمة الاعدادات طيب وين بدي اودي انا هادا بنزل بضلي انزل لا ما ازهج وين كلمة الاعدادات هي ملف مخصص بفاعلها بالشكل هادا وباضغط على النص اللي تحت لهو هاد ملف بضغط لسق شايفين وين بيان معي هيعمل بقول له حفظ بيحفظ لابو سعيتها تمام هيك انا تريحت تمانين في المية لانه خلصت اشي مهم جدا في الارشفة طيب تمام خلينا ندخل تاني برضو على القالب نشوف ايش ضي فينا بس اكواد عشان نخلص من موضوع نسخ الاكواد مين انا ضايل عندي اه بقول لي تفعيل محتوى ادستيكست طيب تمام هات لي اياه هذا الكود هاي النسخ وبده اطلع برضو لامين للمدونة الاعدادات هو هو في الاعدادات هاي باضغط على ثلاث نقاط على الاعدادات وبضل نازل لا تحت لو انت لاحظتوا هايو تفعيل محتوى ملف ادستيكست مخصص لو تبع الاعلانة تبع ادستيكست باجي بافتحه بالشكل هادا وبالصق هذا الكود بس في عندكو هانا صفار الاصفار هادي شوه انت لما تدخل احساب الادستيكست هتلاقي في الرابط نفسه اللي هانا هتنسخ الرابط طبع ادستيكست تمام هتلاقي شوية ارقام جنب بعض حوالي 13 رقام بس انسخهم هما وبدلهم بالاصفار تمام بعد ما تبدلهم بتحفظ او بتعمل حفظ ولحاله خلاص بحفظ بسطة جماعة الصورة كيف؟ طيب تمام هالوقت احنا تقريبا خلصنا جزء مهم او كبير يعني الحمدلله هاي جيت اسم المدونة مدونة الاحلام انا مسلا بدي اسميها عالم الوصف تبعها التقنية بين يديك خلاص هين وصفته هيك هاي بضغط الحفظ طبعا انت حاول تكون الوصف اطول بشوية طيب ايش كمان خلينا نفتش يا جماعة ونتأكد انه فيش مشاكل هنا خلونا يا جماعة نرجع هاي جيت للتنسيق او الضبط الضبط ما تلعبش في الاكواد هدول بس بدك تلعبها في الصفحات طيب تمام باجب اقول له ضيف ليك كلمة اتصل بنا ومن نحن سياسة الخصوصية وخريطت الموقع وباجب اضغط حفظ خلصت منها بخوش على الشقة التانية لهو رأس مدونة اسمه هاي مكتوب الاسم ومكتوب الوصف لحاله بس بدي اختار صورة او لوجو لشكل الموقع تمام بدخل على الستوديو عندي خلينا افترض مثلا طبعا بدي اضغطها بدلا من العنوان والوصف وباجب اضغط حفظ خلصت منها الله يعطيك ألف عافية طبعا هنا اعلان ادخل موضوع لقدام مش حاليا رسائل المدونة الالكترونية بدي اضغط عليها بس اتأكد ان الاعدادات صح ولا لا بدك تظهر ملف الشخصي بتقدر تظهره طبعا انا بفضل انه هدول ما يلتعبش فيهم نهائي لانه ما فيش فيهم هيك هيك شغل اصلا خلص باغلقها طيب تمام مين بضل عندي اعلانات الاعلان الاول والمنتصف وا 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 هدول خليهم لوقتهم بس في الاعلان الاول انا مش ضيف لك اعلانات سانسانة ضيف لك كود تمام الكود هذا زر متابعة عشان تلم متابعين اليك ويقوى الموقع عندك فانت ايش اللي بدك تسويه بس لو سمحت انسخ الرابط هذا او اي الرابط اليك هيا اللي سقطه في المحفظة هذا الكود هيقاس خلص اطلع يا عم طيب ايش بدك اسوي في الكود هذا بقولك يا عمي طلع شايف هنا كلمة اي دي في رقم ضبل هنا هذا الرقم يا عمي بس بدي استبدله في ايش في الكود تبع مدونتك عشان تيجي المتابعين اليك مش الي انا وبضغط حفظ الله يعطيك الف عافية طيب هذه ميزة التنقل ومتنقل بعملها عرض بدلا ما هي اخفاء وخليها ظهر معك وميزة اقرأ ايضا كمان مهمة عشان تديك سيولة الموقع هنا مشاركات مميزة ايه خليهم ادول انت مش لازماتك مية في المية بس بتضيف هنا ضيف هنا التسميات هنا وهنا الايميل الايميل مهم جدا انك تشغله لازم تدخل عليه لازم بس تدخل عليه وضغط حفظ عشان ينظر معك الايميل في المدونة طيب تمام نفترض انه التسميات مثلا مش موجودة تمام خلينا اضغط حزف وبدأ ايجي اضيفة تانية طلعوا كيف جمع بضيفة فتحت معي الصفحة هادي وين كلمة التسميات فيهم او والله عم هيا هي هادي بضغط عليها وبقى خليها سحابة بتطلع بشكل احلى وبضغط حفظ هيك تقريبا انا خلصت ستين في المية من تنظيم القالب لو اجيت انا هيجيت اعرض يعني اعمل عرض للمدونة شايفين يا جماعة كيف ظهرت معي المدونة بالشكل هذا هاي المتابعون وهي الاقسام والمشاركات وهي حتى البريدة الالكتروني بطلبهم مني لو اجيت ضغطة هان وين الاقسام والصفحات اللي انا ضفتهم اه والله يا عم هاي هم مثلا خريطة الموقع بدي اضغط حاولني مباشرة لخريطة الموقع زي ما انتم شايفين بالصبت طيب تمام مين كمان مثلا سياسة الخصوصية اه والله يا عم هاي وداني عليها مباشرة طيب تمام هالوجد بالنسبة بس انا بدي اوضح نقطة يعني عن قصة سياسة الخصوصية هادي انت اسم مدونتك مدونة الاحلام ولا انا غلطان خلينا ندخل على قصة الصفحات شوية الصفحات فيها النقطة بدنا نبدلها بس هنا دخلنا يا جماعة قسم الصفحات لو اجيت انا ضغطت هنا قصة كلمة اتصل بنا وعملت عرض واجيت نسخة الكود هذا الكود هذا انا ما بدي اياه تمام بدي اياه الكود فانا ايش اللي بدي اسوي وين بدي احطوه في عندي كلمة سياسة الخصوصية هادي بدي اضغط عليها تمام وخلينا نحول بدل لنص عادي عشان يبين معنى الشكل اللي هدا وفتحناه في سياسة الخصوصية ايوهو ده طيب تمام انزل تحت تحت كلمة اتصل بنا هايها هي هادي بقوله ازالة بقى في رابط موجود مش رابط من المدونة هادي نفسها من المدونة تانية عشان هيكت بضلي ضغط على الناس تمام وبقى اجي باكمل في الضغط زي هيك طيب ماشي ماشي خلينا نعمل يا جماعة عرض سطح المكتب مضطرين نعمله هيك تمام مضطرين هالوقت خلاص ما فيش مجال عملنا عرض سطح المكتب طيب انزل لتحت شوية وين الناس هو هدا خلينا اعمل ازالة علمت الدائرة وعليها شحطة لازالة هي اللي ضغط عليها المهم بضلي ضغط على الكلمة زي هيك بدي اعلم انا الكلمة بسم الله وبقى اكمل عند الهان هل وجد انا الغاية من ان اعلم على كلمة هادي انه انا بدي اضيف الرابط اللي نسخته فيها تمام ها هاي الرابط هو هدا خلينا اضغط عليه بقول لي في كلمة اتصل بنا انت شو بدك تسوي بالزبط فانا بقول له يا عمي بدي كلمة اتصل بنا يظهر فيها الرابط هاد طبعا خلينا اشطب علامة الاستفام وم يساوي واحد لازم يكون بس اتشتي ام ال الكود نهايته لانه ممكن يجيني الزيارات من كمبيوتر مش بس من جوال تمام بقى ايجي باضغط كلمة تطبيق اللي تحت هيك بالشكل هاد هو اضاف الكود الخاص في المدونة تبعتي باضغط هنا حفظ عشان ما يضيعش اللي انا تعبت فيها تو طيب تمام ايش بدي كمان انا هالوقت خلينا ايجي عليك اي كلمة في البداية في البداية خلينا كلمة جوجل ها في علامة الرابط وفقها سهم بقول لك بدك تمسحها بقول له اه مسح ليا مسح ليا بدي ايجي هالوقت عن نص شوي شوي بدي امسح فيه تمام بدي اسميه مثلا مدونة الاحلام طيب تمام وبقاجي يا جماعة بضغط تعديل خلصت؟ لا ما خلصتش بس انا بدي اكسب وقت طيب باجي بضغط على ثلاث نقاط هدول وبقول له عرض لمدونة الاحلام هنا عملت عرض باجي بأنسخ الكود او الرابط طبعا مدونة الاحلام وخلاص بغلق انا ممش لازمانة هالوقت طيب بعد ما عملت هيك وين صفحة سياسة الخصوصية مش هي هادي اهلا وسهلا فيك نفس ما عملنا هتو بدي اعلم انا هان وين كلمة مدونة الاحلام هي هادي هالوقت بدي اجي انا اعلم مع كلمة مدونة هاي مدونة الاحلام زين بضغط على ثلاث نقاط اللي هان وهي علامة الارتباط اضافة رابط للكلمة اول وحدة هي اضغط عليها تمام يا هلا فيك يا انكل بقاجي وبأضغط الرابط اللي انا قلت عنه وبأشطب لزيادات هادي بس لعندتكم تمام بدي اجي احاول اعمل عملية حفز هيك تحفزت لو انت لحظت ويجي اضغط عليها ببين معك السهم هات ايوة كلمة مية في المية صح بظل معلم علي كلمة يا جماعة وبقاجي بقى نسخها طب ايش الميزة لما انا نسخت زي هيك انا لما نسخت الجملة لو مدونة الاحلام بالشكل هادا نسخها وهي والرابط اللي فيها طيب ممتاز هالوقت انا ايش اللي بدأ اسويه وين في كلمة جوجل باضغط عليها بضغط على علامة اللي يزيل الرابط تمام الدائرة هادا او المستطيل او ايش معجها هيزالوها سواني هي قد تزالو الصغير لون اسود وبيجي بقى اعلم معي كلمة تبعد جوجل وين زي كويس تمام وبقاجي بقى اضغط لسق هاي اللسق لو انتوا لاحظتوا شو اللي ضافوا ضافوا مدونة الاحلام وضافها كمان بالرابط اللي فيها خلص خلصنا منك انتي مين كمان ضايل خلينا ننزيل كمان شوية بضل اضغط على الكلمة كويس وبكملها لنهايتها وبضغط لسق بالشكل هات وبيجي باضغط تعديل او حفز هيكد بكون حفز معي واصبح انه الصفحة هادي خاصة بمين في اللي هو مدونة الاحلام فقط هيكد ما بيضل اكواد اتصل بنا فيش فيها اكواد وخريطة الموقع هيكك فيش فيها اكواد يعني مهمة او خاصة بموقعك تمام يا جماعة هيكد اتمنى انه تكون الصورة وصلت طيب تمام بعد ما انشأنا هادي وخلصنا مية في المية بيضل عندنا خطوة واحدة تمام وهي ايش بالظبط لو سمحت تركز هل وجد انت اجيت وعملت ملفات روبوت تكست صح؟ عمرها ما بتظهر معك الارشف او ما بتارشف صح على جوجل الا لما تعمل هالحركة هادي ودربالك منها شو هي بالظبط؟ تعال يا عمي انا فيها ما تديك في الموقع كمان رابط بقى اقول لك يا عمي مهم جدا انك تزور تضغط على كلمة من هنا وبتخش الرابط هذا ايش اسمه؟ وبتماسطر ابصر الشو طيب تمام جمعة قصته اخيرا مهم زيارة موقع جوجل كونسول اسبات صحة روبوت تكست هذا انا افضل انه اخلي له حلقة بس راح اذكركم فيها تمام؟ لحال ليش؟ لانه احنا لسه مش كتبين مقالات ولسه مش عاملين كمان اقسام انا مشرحتش قصة الاقسام لكن مش هضطرنا اشرحها هالوقت لانه ما في مقالات لسه عشان يجد لا خليها في وقتها المناسب تمام؟ بقى اشرح لكم الشغلة هدي بالتفصيل هي والجوجل كونسول وكيف نسبة صحة ملف روبوت تكست طبعا هي الاسماء الريبة شوي بالنسبة اليك لكن والله العظيم هي سهلة فوق ما تتخيل وهي مرة واحدة اصلا في عمرك رح تعملها فاتمنى يا جماعة انه يكون الفيديو هات سهل واذا تصعبت يعني في اشي تواصل معي يا اخي انا هساعدك مش راح اقسر معك ميما تكون تكون اهلا وسهلا فيكم اخواني ولا تنسوا الاشتراك طبعا في القناة لانه انتوا هيك بتحفزوني وبتشجعوني وكل التحيات لكم السلام عليكم